يبدو أن فصلا حاسما يشرف على القدوم بعد الانتصارات التي حققها أبطال القوات المشتركة في جبهة الظالع مواجهة هي الأعنف اندلعت بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي توليا من جبهة حجر باجة إلى شخب الزبيريات حتى جبهة القفلة وباب غلق شمال شرق قعطبة اليوم قامت القوات المشتركة بتحرير العديد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في بتهار منطقة حجر وزبيريات ومازالت تقدم الأبطالنا في جميع جبهات وموافع الشرق القفلة جبهة الظالع اشتعلت بمواجهة شرسة وجوبهت المجامع الحوثية بنيران القوات المشتركة التي خاضت معارك شرسة محبطة أن يتقدم تسعى الميليشيات إلى تحقيقه رغم خسائرها الكبيرة وانتحارها البشري المتواصل على الأرض القوات المشتركة تمكنت من شن هجوم واسع ضد ميليشيات الحوثي في جبهة حجر ما أسفر عن دحر الميليشيات من المناطق التي كانت تتخذ منها متارس وثكنات لعناصرها كما خلف الهجوم العديد من القتلى والجرحة بالإضافة إلى إحراق أطقم تابعة لميليشيات الكهانوت قيادي حوثي ميداني يدعى علي الهاشمي لقي مصرعه مع عدد من عناصره أثناء المواجهات التي دارت رحاها بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي في جبهة حجر شمالي الظالع باجه وعويش والجب هي الأخرى دكت فيها مواقع وأوكار الميليشيات وتقدم على إثر ذلك أبطال القوات المشتركة للسيطرة على المواقع التي فرت منها ميليشيات الحوثي تظل جبهة الظالع هي الأعنف على الإطلاق وتحاول الميليشيات الاستماتة فيها لما لها من أهمية استراتيجية كبيرة تتمثل في موقعها الاستراتيجي ويمثل تحريرها نقطة انطلاق القوات المشتركة في التوجه شمالا باتجاه محافظة إب وشرقا باتجاه رداع البيضاء